وللحديث أكثر ينضم معنا في السيديو الخبير الاستراتيجي لواء محمد البيفان أهلا بك سعادة اللواء أهلا بك سعادة اللواء وزير الخارجية الإماراتية يقول أن الرد القطري تنقصه المسؤولية وأيضا الموضوعية هل نستطيع القول أن نظام القطري وصل إلى هذه المرحلة من عدم إحساسي بالمسؤولية وأيضا تقديم مصلحة الشعب القطري وأيضا المنطقة بشكل كامل وهذا أنا ما أعتقده أنا أعتقد أنه القيادة القطرية تقود الشعب القطري الشقيق إلى المجهول يعني ذكر سيد قرقاش في كذا تغريدة له وكذا تصريح بأنه هناك تسويف من قبل القيادة القطرية للمشكلة وكذلك عدم تحمل أو عدم أخذ الأمر بجدية من قبل القيادة القطرية لذلك تجد أنت تكلمت حضرت قبل شوي أو أوضحت أنه قطر إما أنها تتخذ رائع السيادة أو إما أنها تتخذ رائع بالإنكار وهذا يعني حديث مع الوزير نعم وهذا يعني ما يدلك على أنه القيادة القطرية ليست إلى المستوى الذي كنا نطمحه نحن كشعب دول مجلس التعاون بأن هناك يعني مجلس تعاون يجب المحافظة عليه يجب الاستمرار في هذا الكيان الذي بنية أكثر من نعم وأشار وزير الدولة الإمارات الشوال الخارجية الدكتورانور قراش إلى عدم يعني احترام الوساطة الكويتية في هذا الجانب وأيضا بيان دول داعمة لمكافحة إرهاب أشار إلى هذا الأمر عدم احترام الوساطة الكويتية وليس فقط يعني عدم الاحترام يعني حتى تجد هناك استخفاف بمقررات هذه الدول المقاطعة ورؤى بأن دول المقاطعة يجب أن أولا على زعمهم أن تفك الحصار وهو كما نعرف جميعا لا يوجد شيء اسم حصار موانئها مفتوحة مطاراتها مفتوحة ولكن هناك دول قامت من مقاطعة هذا التباين أو هذه الازدواجية في السياسة القطرية هي فعلا ما سوف تأخذ الشعب القطري إلى المجهول يعني قبل شوي كنت شوف مع حضرتك هنا تقرير مجموعة العشرين تحدثت عن أول نقطة ألا وهي محاربة الإرهاب كذلك هناك جماعات في أوروبا وهذه رابع دولة الآن تطلع فيها مظاهرات على أن قطر فعلا داعمة للإرهاب العالم يتضررت كثيرا من الدول هذه المعطيات إذا لم تقرأها القيادة القطرية وتأخذها بمحمل الجد فسوف يكون هناك موقف القطر من الصعوبة بمكان أن تعود إلى الصف العربي لكن أنا أقول لك أنه في ظل هذه الوساطات يعني سيد جونسون موجود يمكن بعد بكرة سيد تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة حيقابل الشيخ الصباح وحيتم مناقشة الأمر نتمنى أن لا تخرج عن في هذا الجانب سعادة الليواء وزير خارجية بريطانيا يبدأ جولة كما أشرت في الشرق الأوسط لبحث الأزمة القطرية وأيضا أشارت الوزارة الخارجية البريطانية أن البريطانيا تقف مع الوساطة الكويتية وتدعم بشدة هذه الجهود هل نتوقع أن يكون هناك انصياع من قبل الحكومة القطرية للإرادة الخليجية وإذن تغليب مصلحة العموم على المصلحة الذاتية وأيضا في جانب آخر أم أنها تتجي أيضا إلى إحراج الوسيط الذي كان له دور كبير حتى في 2013 و2014 هو ليس فقط إحراج الوسيط إنما هو إحراج المجتمع الدولي وسوف تضع نفسها في موقف جد قابل إلى العقوبات وقابل إلى أنها تصنف دولة إرهابية السيد جينسون اليوم أعتقد وصل الجدة وبعد ذلك تحرك إلى الكويت وتم مقابلة مسؤولين سعوديين وغدا أو بعد غدا يأتي السيد تيلرسون وزير خارجية أمريكا لمحاولة لحل حلة المشكلة ودعم العملية السلمية عن طريق الوسيط الشيخ صباح الله يحفظه ولكن ما يبدو لي أنا أن هناك القيادة أن القيادة القطرية لا تريد أن تتجاوب يعني شفت أنت قبل كم يوم أنا أعتقد أنهم فتحوا مجال لتفتيش أو ما هو عن فتح الأرصد والتحويلات المالية للاستخبارات الألمانية هذا التصرف هو فعلا تصرف لا مسؤول محاولة من القيادة القطرية لتدوير الأمر لتدوير المشكلة عدم وعيهم نحن ككيان عربي ونعتبر الكيان الوحيد الذي هو إلى الآن مجتمع على منفعة شعبي وعلى التقدم والرقيه ويشار لنا بالبنان على فكرة يعني المشكلة القطرية مع دول المقاطعة أزعجت العالم وهي الآن المشكلة الأولى في العالم والعالم يحاول أن يحل هذه المشكلة ولكن ما رأيناه من القيادة القطرية هو عدم وعي ليس أنا أقول لك شخصيا بعدما رأيت عدد تصريحات من وزير خارجية القطري كذلك من السفراء القطريين وجدت أن هناك عدم وعي للمشكلة وعدم إدراك للمشكلة المشكلة أكبر من قطر كان يجب أن يكون هناك يعني عودة إلى الصف العربي من قبل القيادة القطرية والتوجه مع دول الخليج دول الخليج ماذا تريد من قطر تريدها دولة تدعم شعبها وترقى ونصل إلى مستويات ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي هذا ما نريده من قطر لا نريد هناك تجويع لقطر أو ضرر بقطر أو حتى زي ما ذكرت حضرتك سحب تنظيم كأس العالم 22 تنظيم كأس العالم 22 في منطقة الخليج هذا بحد ذاته يعني مؤشر جيد على أن دول الخليج استطاعت أن تصل إلى مستويات العالمية وتنظم يعني مسابقة هامة مثل هذه سعادة اللواء في مسألة تدوير القضية أيضا في جانب قد يراه البعض حتى العربي نظرة استغراب كيف نفسر باستقطاب قطر لمقاتلين أتراك وإضا من الحرس الثوري الإيراني وهناك أكثر من علامة استفهام في هذا الجانب من ماذا تخاف قطر؟ من أتخذت هذه الأزمة يعني كذريعة لأصول لغاية معينة أو محددة؟ لا هو قراءة عميقة للموضوع أن قطر فعلا دولة داعمة للإرهاب الآن عندما تتحرك تركيا بقواتها العسكرية وتبدأ تفعيل التفاقية الأمنية مع قطر ويأتي هذا في اليوم الثاني من المشكلة يدل لك على أن قطر واضعين هناك خطط بديلة لهذه الحالة وللأسف القيادة التركية لا زلنا نحن أصدقاء وتركيا أنا لا أريد أن أجرح بالقيادة التركية أو المسؤولين التركيين لأن هناك اتفاقيات أمنية بغض النظر مصلحتهم لا أنا أعتقد أن القيادة التركية استعجلت في الأمر ولم تعطي وقت لحل الأزمة ولم تعطي فرصة لدول المقاطعة حتى تتم إجراءاتها يبدأ لها بالتفعيل وإنما كان هناك سرعة في إرسال قوات عسكرية وهذه القوات العسكرية بغض النظر هناك اتفاقية أمنية أو غير اتفاقية أمنية ما كان يجب أن ترسل في هذا الوقت الحساس من الأمر أيضا لاحظنا أن هناك تصريحات سواء من الإعلاميين القطريين أو حتى من القيادة القطرية بالتوجه إلى إيران هذا هو ما يؤشر يا سيد أحمد أن القيادة القطرية فعلا لا تعي ما تفعل مجرد خطط قصيرة الأمد قصيرة النظر لا ترى ما هو أبعد من هذه التصرفات إلى أنها سوف تجر المنطقة إلى صراعات نحن في غنى عنها نحن الآن في مواجهة مع تهديد كبير التهديد الإيراني ومحاولة من الإيرانيين مد المذهبية والعنصرية الدينية وإلى آخره ومحاولة لدعم الجماعات الإرهابية سواء في العراق سوريا أو انتدادا بالإبنان إلى أن يصل إلى في ظل هذا الوضع استقطار مقاتلين التراك وإيضا من الحرس التوري الذي أشرنا إليه نجد أن دائما ما تتخذ الحكومة القطرية مفردة الحقوق السيادية حجة لها كيف نستطيع توازن بينها فعلا هذا شيء يؤكد أن هناك عدم وعي بمصطلحات وإخراج المصطلحات التي لها وزنها ولها ثقلها لا المملكة العربية السعودية ولا الدول الأخرى مصر والأبوظبي والمنامة لا تريد أن أحد لا تريد تدخل في سياسات الآخرين ولا نريد أحد أن يتدخل في سياستنا هذا أمر مفروغ منه ولكنها حجة يعني عندما الآن تطرح المطالب وكان من ضمن المطالب أن القطريين أو القيادة القطرية خلينا نقول تدعم جماعات داخل الدول إما مصر الجماعات الإسلامية أو ما يحدث عندنا في المملكة ودعمها للجماعات الإرهابية في العوامية وإلى آخره هذا لا يعتبرون هذا تدخل وعندما نطلب بأن تقف قطر من هذا أو تقف هذه التصرفات المريبة الغريبة يعتقدون بأننا تدخلنا في أمورهم لا نحن لم نتدخل نريد لها السيادة قطر ولكني أعتقد لي لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة لا بد أن يكون هناك مكاشفة مكاشفة وأنا أعتقد في مثل يقول لبطن ريح ما يستريح لو أن قطر ليس لديها أي مشكلة صدقني راح تفتح أبوابها وراح ترحب بالجميع وتعمل على حل المشكلة محليا وبين دول مجلس التعاون وكذلك تصلح علاقاتها المريبة مع مصر أو مع ليبيا أو مع دول أفرق وهذا متسهل هي دول الخليج أيضا على مدى عقود ولكن الكيلفاض في هذه المسألة شكرا لك الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان شكرا لك